مهام كده؟ دلوقتي بقى هنسمع سؤال تاني وهنسمعه يعني معنى كده انه سؤال جاي في رسالة صوتية احنا حاولنا ننتقل حضراتكم الاشكال كلها علشان حضراتكم تتشجعوا وتبعتولنا اللي انتو عايزينه سواء زي ما قولنا او زي ما شفنا دلوقتي في مقطع فيديو مصور او في رسالة صوتية زي ما هتسمعوا دلوقتي حالا زي ما اسمعنا كده السؤال والحقيقة ان السؤال ده فيه غلطة كبيرة جدا جدا حاجة مهمة جدا ما تقلتش وهي ايه بتقالي ان انتو حضراتكم اخدتوا بالكم برضو ان عمر الطفل ما تقلش لازم يا جماعة في اي سؤال بنسأله عن اطفالنا ما ننساش ابدا عمر الطفل لازم نقول ابني او بنتي عنده كذا فاكرين السؤال اللي قبله جوليا عندها اربع سنين خلاص فبنقدر يبقى عندنا تصور للاجابة عشان النصيحة تكون موضوعية لحضراتكم تمام بالنسبة للسؤال بس قبل ما نقول الاجابة هي الحقيقة انه غلط فعلا ان الطفل يأكل عيش فينه على طول الطفل لازم يأكل عيش بلدي او لعيش الخبز الاسمر او اللي بالحبوب الكاملة ده حاجة ضرورية جدا لانه الخبز البلدي كمان والردة تحديدا مهمة جدا جدا علشان ضمان عدم نقص فيتامينات كتيرة جدا جدا وعلى رأسها فيتامين بيه المركب وفيتامين بيه المركب ده بقى له يعني اهمية قصوى اهمية كبيرة جدا جدا في الاعصاب وفي الجهاز الهضمي وفي حاجاته وفي الجلد وفي حاجات كتيرة او لكن هل نقص فيتامين بيه هنا في الحالة دي هو اللي عامل النقط البيضة الاجابة لا انا قلت بس النصيحة عشان حضراتكم تبقوا عارفين ونظرا لانه في السؤال لم يذكر عمر الطفل فلازم نقول ايه هي بقى الاحتمالات الحقيقة ان فيه احتمالات كتيرة قوي للبقع البيضة اللي بتبقى في الوجه اول هذه الاحتمالات ان يكون الطفل ده من المواليد الجدد مثلا يكون عمره صغير الله طب وإيه علاقة المواليد الجدد بالموضوع هقول لكم العلاقة احيانا بيكون فيه عدم اكتمال لنشاط الخلايا اللي بتدي صبغة الجلد اللي هي صبغة الميلانين يعني الخلايا بتكون موجودة وظيفيا جهزة لكن لسه ما بدأتش الوظيفة فده بيؤدي الى انه الجلد واحيانا الاطراف الادين والرجلين تبصوا تلاقوها واخدة لونين وفيه امهات كتيرة بتقلق فحب اقول لكم ان اللي عندهم مواليد جدد دي حاجة مش مقلقة خالص الحكاية كلها بتبقى وقت وكمان الحكاية دي بتبقى ملحوظة اكتر في الاجواء البردة تمام مسألة وقت واللون هيبقى كله لون واحد دي مسألة بس ان هي النشاط الوظيفي بتاع بعض الخلايا المسؤولة عن صبغة الجلد ما بتكونش بدأت انما هي ما بتكونش فيها خلل ولا حاجة طيب ده اول احتمال ايه تاني احتمال تاني احتمال انه يكون الطفل ده اكبر بقى شوية ويكون عنده انيميا يكون عنده انيميا فقر الدم ودي يعني هنتكلم عنها اعتقد في الحلقة الجاية على طول ودي حاجة مهمة جدا جدا الانيميا وانيميا نقص الحديد كمان من اشهر انواع الانيميا اللي بتصيب الاطفال ومن الانعكاسات بتاعتها او من العلامات بتاعتها على طول انه ممكن يكون فيه بقع بيضة في الوجه فانا بنصح حضرتك لصاحبة السؤال انك مبدئيا لابد انك تعملي صورة دم كاملة عشان نشوف نسبة الهيموجلوبين وهنتكلم الحلقة الجاية عن انيميا نقص الحديد بالتفصيل طيب فيه احتمالات تانية اه فيه احتمال تالت الاحتمال التالت انه ممكن يكون فيه نقص في فيتامين الف اللي هو فيتامين ايه فيتامين الف لما بينقص في جسم الاطفال ممكن تعمل بقع والبقع دي تبقى في البيضة تبقى بقع بيضة قصدي وتكون في الوجه واحيانا على الزراعين بس هي بتكون واضحة قوي في الوجه طيب فيتامين الف ده بيكون موجود في ايه موجود في الخضروات الملونة كلها الخضروات والفواكه يعني أي حاجة ملونة يعني موجود في الكنتالوب موجود في الجزر موجود في الخص موجود في الجرجير أي حاجة كده ليه هلوق موجود في الفلفل الألوان الفلفل اللي هو لونه أصفر أو الفلفل الأحمر أو الفلفل الأخضر فيتامين إيه ده طبعا موجود في اللبن برضو موجود في الكبدة لكن بنسب أقل طيب هل في احتمالات تانية؟ آه في بعض الأحوال بتكون بعض الأمراض الجلدية اللي بتصيب بعض الأطفال في أوقات معينة من عمرهم والحقيقة إنه تحديدا البقع البيضة بتكون يعني تشخيصها الطبي حاجة اسمها بتريازيس قلبة وقلبة على فكرة يعني أبيض باللاتيني لأنه إحنا جزء كبير قوي من الطبي بمعتمد على اللغة اللاتينية البتريازيس قلبة ده أحد الأمراض الجلدية وبعضها ليه أسباب مرضية وبعضها ليه أسباب مناعية يعني ليه علاقة بالجهاز المناعة فعشان كده أنسب بق طريقة نعمل إيه طبعا مبدئيا لازم نبعث السؤال بالعمر عشان زي ما شفته كده الموضوع بيبقى متوسع جدا لو ما ذكرناش العمر بنعمل تحليل صور الدم لو كان الطفل من موليد الجدد ما بنقلقش إنما لو كان معدي مثلا الست شهور أو معدي السنة لأ بنبتدي بقى نفكر إن احنا بنعمل تحليل صور الدم ده بشكل مبدئي خلاص وممكن نشوف مستوى برضو فيتامين A أو حتى نراجع نفسنا هل الطفل بيأكل حاجات فيها فيتامين A وعشان نكمل بقى المسألة بشكل صحي تماما بناخد استشارة تخصص طب الأمراض الجلدية